تمكن باحث بريطاني في الأمن الإلكتروني من وقف انتشار فيروس الفدية الخبيثة، والذي تأثرت به 150 دولة على الأقل بحسب الشرطة الأوروبية. الشاب اكتشف ما يسمى بمفتاح القتل، والذي تسبب بشكل غير متوقع من كشف جزء من تعليمات البرمجة الخاصة بالفيروس، الذي يسمى رانسوموير، مما مكنه من وقف انتشار إلى أجهزة كمبيوتر جديدة. وحذر خبراء الأمن أيضاً من ظهور أشكال جديدة من البرامج الضرة التي تتجاهل ظهور مفتاح القتل. وكان الفيروس قد تسبب في شلل بنظام الرعاية الصحية البريطاني ليوم واحد، مما أضر بما يقرب من 20% من شركات الرعاية الصحية. هذا وكانت عدة مستشفيات في أنحاء إنجلترا، وعدد كبير من الشركات الإسبانية قد تعرضت في يوم واحد لهجمات إكترونية أجبرت الهيئة الصحية الوطنية في لندن إلى رفض دخول المرضى وإلغاء الحجزات في مستشفيات ووحدات الجراحة في أنحاء إنجلترا. فيما أعلنت إسبانيا تعرض عدد كبير من شركاتها، ومنها شركة الاتصالات لهجوم أصاب أجهزة الكمبيوتر ببرنامج خبيث يشترط دفع أموال لإيطاحة الوصول إلى الأجهزة مجددا. ترجمة نانسي قنقر